اهلا بكم اتكلمنا عن ريليهات وفيوزات السيارة متسوبيشي لانسر في حلقات سابقة ورابط الفيديوهات موجودة في الوصف لكن بيقبلنا اسئلة كتير من المتابعين وبعض هذه الاسئلة بيحتاج لشرح وتفسير بطريقة اوضح وسؤال الحلقة النهاردة اين يوجد ريليه مضخة البنزين للسيارة متسوبيشي لانسر ريليه مضخة البنزين من اهم ريليهات السيارة عمتا لان اي عطل يحدث لهذا الريليه المحرك لا يعمل وفي هذه الحلقة شرح لمكان وتوزيع كارباء ريليه مضخة البنزين باختصار ريليه مضخة البنزين في هذه السيارة داخل وحدة الكنترول وهذه الوحدة هي نفس علبة الفيوزات الداخلية لهذه السيارة داخل العلبة بعض الريليهات المستخدمة وبعض الريليهات غير مستخدمة من الريليهات المستخدمة ريليه مضخة البنزين وعلشان نتابع توزيع الكارباء من خلال مخطة التوزيع طبعا دي ريليهات سابق تكلمنا عليها الريليه الرئيسي وريليه البوابة سروتل وده ريليه رشاشات البنزين اما الجزء اللي احنا هنتكلم عنه هو ريليه مضخة البنزين اول خط قهرباء يعمل عند تشغيل الكنتاكت ويوصل لوحدة كنترول المحرك من خلال وحدة كنترول يتقسم مكان هذا الخط في هذه الفيشة بنفس اللون الابيض ونفس الخط بيتجه من داخل علبة الفيوزات الى ريلي المضخة ده يعتبر الخط الاول للريلي الخط التاني لونه اخضر ومصدره فيوز قيمته 15 امبير من العلبة الرئيسية وهذا الخط موجود في هذه الفيشة بنفس اللون الاخضر ويتجه مباشرة الى ريلي مضخة البنزين الالوان ممكن تتغير في بعض الموديلات لكن المكان سابق وعند تشغيل الكنتاكت على اتجاه ستارت بتصل الكهرباء الى وحدة كنترول المحرك فتعمل على ارسال اشارة لكتاوت مضخة البنزين من خلال هذا الخط وعندما يعمل ريلي تمر الكهرباء الى الخط المتجه الى طولمبة البنزين هذا الخط لونه ازرق ومكانه في هذه الفيشة معنى ذلك ان خط دخول الكهرباء لونه اخضر وخط الخروج الى مضخة البنزين لونه ازرق نلاحظ ان فيشة دخول الكهرباء تشبه فيشة خروج الكهرباء وتوضيح الاسلاك بالاماكن وبالالوان لأهمية كبيرة علشان اذا حصل اي عط لكتاوت تقدر تعمل كتاوت تقوية كتاوت خارجي من خلال هذه الاسلاك بكتا نكون وضحنا مكان ريلي مضخة البنزين واتجاه توزيع الاسلاك بنفس الوان الاسلاك وتوضيح مكان ريلي مضخة البنزين واتجاهات توزيع الاسلاك والوان الاسلاك وفيوز المضخة بكتا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بشكركم والى اللقاء